تفقد وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد مطار الريان الدولي واطلع على سير العمل بكافة اقسام المطار ومستوى التجهيزات الفنية في اجهزة حديثة وصالت المغادرة والاستقبال وقاعة الانتظار وناقش وزير النقل الدكتور خلال اجتماعه بقيادة المطار ناقش سير النشاط في المطار والجهود المبدولة من قبل ادارة المطار في تسير الرحلات الجوية الداخلية على مدار الساعة وثمن وزير النقل الجهود الاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة في تحديث وتطوير المطار ودعمه من كافة النواحي اللوجستية والامنية لزمان نجاح التشغيل بصورة جيدة مشيدا بالاهتمام التي توليه قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضر موت بالمطار من خلال المتابعة والتنسيق لتفعيل نشاط المطار وتحسين الخدمات للمسافرين واكد الوزير حميد بان وزارة النقل وهيئة الطيران المدني تبذل جهودا حثيثة لفتح الرحلات الجوية من مطار الريان إلى مطار القاهرة الدولي مشيرا إلى أن هناك تفاهمات مع سلطات الطيران المدني المصري بتدشين الرحلات إلى القاهرة في الفترة القادمة موجها الهيئة العامة للطيران بتنفيذ كافة الاحتياجات المطلوبة من قبل قيادة مطار الريان بما فيها التوظيف ورفض المطار بعمالة من الشباب من ذوي الكفاءات والمتطلبات المالية اللازمة للتشغيل والتدريب والتأهيل لكوادر المطار خاصة بالجوانب الفنية والهندسية وشؤون الأرصاد وأشهد وزير النقل بجهود قيادة مطار الريان الدولية المبذولة لتسهيل حركة طيران وتقديم كافة الخدمات المراحية والأمنية ومستوى التجهيزات الفنية العالية للمطار